كشف مصدر مطلع طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن رئيس الجمهورية برهم صالح سوف يصدر الاثنين المقبل أي قبل يوم واحد من نهاية المهلة الدستورية مرسوماً جمهورياً بتكليف محمد الشياع السوداني رسمياً لمنصب رئيس مجلس الوزراء بعد أن جرى التوافق عليه من قبل كتل سياسية ويذكر أن منتصف ليلة الاثنين المقبل ستنتهي المهلة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء فيما رأى مراقبون أن تواجد الرئيس صالح في السليمانية واستقالة السودان من الدعوة ودولة القانون قد تمهدان الاتفاق على اختياره رئيساً للوزراء